اشتركوا في القناة ستشهد موجة غبار كثيفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير وسبب ذلك هو تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من تأثر المملكة برياح أو كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب تلتقي مع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال ينتج عن هذه الوضعية اشتداد في سرعة الرياح إثارة للغبار والأتربة تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير تتكاثر الغيوم الركامية وتسقط زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الغربية والشمالية والوسطى تمتد لاحقا لتشمل المناطق الشرقية هذا ويطرأ انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة يوم السبت يعني ممكن توصل يوم الجمعة بحدود 30 في الرياض لكن السبت ممكن تصل إلى 20 درجة مئوية أي انخفاض بحدود 10 درجات مئوية إذن أهم شيء اشتداد سرعة الرياح غبار تدني مدى الرؤية الأفقية سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ونتمنى لجميع السلامة وإلى اللقاء